مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد عزائي طلاب الصفحة الحادي عشر أرحب بكم أجمل ترحيب في المراجعة النهائية لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني فأهلا وسهلا بكم كما تعلمون أعزائي الطلاب هناك مواصفات محددة لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني تتمثل في المحاور المعروفة لديكم وهي الحفظ والقراءة وأيضا لدينا القضايا الأدبية وأيضا لدينا الكلمة والجملة ونص نسري داخلي وأيضا نص خارجي وبعد ذلك الكتاب نبدأ بالحفظ أنت مطالب عزيزي الطالم بحفظ ثمانية أبيات من قصيدة فتح عمورية وفي الاختبار يطلب منك كتابة بيتين قد تكون من بداية القصيدة وقد تكون من وسط القصيدة أو آخر الأبيات المطلوب حفظها وهذه أمثلة ثم بعد ذلك ننتقل إلى القضايا الأدبية وأول سؤال لدينا هنا هو من أول خليفة للمسلمين في العصر العباسي هل هو المعتصم بالله المستكفي بالله هارون الرشيد أو العباسي السفاح والإجابة الصحيحة هي أبو العباس السفاح السؤال الثاني من كان آخر الخلفاء المسلمين في العصر العباسي هل هو المعتصم بالله المستعصم بالله هارون الرشيد أو العباس السفاح هو المستعصم بالله نتابع عن القضايا الأدبية من هو العالم الذي برعه في علم العروض والنحو في العصر العباسي هل هو الجاهر الأصمعي القاضي أو يوسف الخليل بن أحمد الفراهيد والإجابة هي الخليل بن أحمد الفراهيد السؤال الذي يليه تعلمون أن هناك تغييرات جذرية حدثت في جميع جوانب الحياة ومنها الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والأدبية فما أبرز التغييرات السياسية التي شهدها العصر العباسي هل هي تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أم استخدام الورق وبداية نسخ الكتب أم الحركة الدينية وانتشار روح التسامة والإجابة الصحيحة هي نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أيضا ما أبرز التغييرات الاجتماعية التي شهدها العصر العباسي هل هو تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أم استخدام الورق أم الحركة الدينية وانتشار روح التسامة والإجابة الصحيحة هي الحركة الدينية وانتشار روح التسامة بالإضافة إلى ظهور طبقات اجتماعية وأيضا وضع المرأة الاجتماعي السؤال الذي ليه ما أبرز عوامل ازدهار الحركة الفكرية في العصر العباسي هل هو تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد ظهور الطبقات الاجتماعية الحركة الدينية والإجابة الصحيحة بالإضافة إلى نبوغ عدد من العلماء واستخدام الورق في ذلك العصر كانت الإجابة الصحيحية تطور حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية السؤال الذي ليه أي من ما يليه من الأغراض الشعرية الجديدة في العصر العباسي والتي ظهرت خاصة في العصر العباسي هل هو شعر المدح أم شعر الوصف أم شعر الحكمة أم شعر الطرديات في النهاية هو شعر الطرديات السؤال الذي ليه أي من الشعراء العباسيين يمثل الاتجاه الذي يميل أصحابه إلى قوة اللفظ وجزالته هل هو أبو العتاهية مسلم ابن الوليد بشار بن برد الشريف الرضي الإجابة الصحيحة هو مسلم ابن الوليد وأيضا أبو تمام السؤال الذي يليه من أبرز قضايا النقد في العصر العباسي قضية السريخات الشعرية والسؤال هنا هو عدد عوامل ظهور قضية السريخات الشعرية في العصر العباسي والإجابة العامل الأول هو التعصب والعامل الثاني هو الخلاف بين المحدثين والمحافظين السؤال الذي يليه أذكر أبرز المؤرخين الذين ظهروا في العصر العباسي أي بمعنى برعوا في علم التاريخ وهم الطبري واليعقوبي السؤال الذي يليه من خلال دراستك لخطاب سمو الأمير أجب عن الأسئلة الآتية لدينا فقرة من درس خطاب سمو الأمير تقول هذه الفقرة وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر في ظوء رؤيتها 20-30 قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل من أجل التقليل من فقدان المياه المحلة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها وتحسين جودة الهواء السؤال الأول ما الظاهرة التي يناقشها نص خطاب سمو الأمير هل هي تغير المناخ تصحر الأراضي الجفاف تلوث البحار والإجابة الصحيح هي تغير المناخ السؤال الثاني أي من الجمل التالية تحتوي أسلوب توكيد؟ الجملة الأولى تبنت دولة قطر الطاقة النظيفة التي تتمثل في طاقة الرياح وطاقة الشمس ثانيا قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ ثالثا كيف يتم إعادة تدوير المياه وتحسين جودة الهواء؟ رابعا شارك في المؤتمر خوراء دوليون لوضع توصيات عديدة والإجابة الصحيحة هي قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ السؤال الذي يليه لقد طلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ما نوع الأسلوب اللغوي في الجملة السابق؟ هل هو أسلوب أمر؟ أسلوب تعجب؟ أسلوب استفهام؟ أم أسلوب توكيد؟ والإجابة الصحيحة هو أسلوب توكيد وما يدل على أنه أسلوب توكيد هو بدء الجملة بقد أو لقد ننتقل إلى النص الشعري الخارجي اقرأ قصيدة يعاتبني في الدين قومي للشاعر المقنع الكندي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه يقول الشاعر يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا ألم يرى قومي كيف أوسر مرة؟ وأعصر حتى تبلغ العسرة الجهد وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا أراهم إلى نصري بطاءا وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ما هي الأسئلة على هذه الأبيات؟ قال الشاعر وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا بما يختلف الشاعر عن بني عمه حسب ما ورد في الأبيات هو دائما يسارع إلى نصرهم ويحفظهم في غيابهم السؤال الذي يليه أذكر مصدرا من مصادر الموسيقى الداخلية في النص السابق مصدر الموسيقى الداخلية هنا المحسنات البديعية والتكرار قال الشاعر فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ هي كناية عن صفة والمقصود بها الغيبة السؤال الذي يليه قال شاعر آخر عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ كناية عن صفة وهي الوحشة نأتي إلى الكلمة والجملة أجب عن الأسئلة التالية أولا أي الجمل الآثية تحتوي تمييزا ملفوظا؟ وأنتم تعلمون أن تمييزا ملفوظ هو ما كان تمييزا لعدد أو لمساحة أو لوزن أو لكيل والجملة الصحيحة هي اشتريت صاعا قمحا السؤال الذي يليه أي الجمل الآثية تحتوي اسم فاعل لفعل ثلاثي؟ ودائما اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل والإجابة الصحيحة هي ما خاب طالب العلم أبدا السؤال الذي يليه كان يوسف عليه السلام فائخ الجمال بيّن سبب منع ما تحتوي خط من الصرف في الجمل السابق يوسف ومعظم أسماء الأنبياء من الأعلام الأعجمية إذن سبب منع لأنه علم أعجمي السؤال الذي يليه قبيلة مضر إحدى القبائل العربية العريقة بيّن سبب منع ما تحتوي خط من الصرف في الجملة السابق مضر هو علم على وزن فعل إذن لأنه علم على وزن فعل من أول خليفة للمسلمين في العصر العباسي هل هو المعتصم بالله المستكفي بالله هارون الرشيد أو العباس السفاح والإجابة الصحيحة هي أبو العباس السفاح السؤال الثاني من كان آخر الخلفاء المسلمين في العصر العباسي هل هو المعتصم بالله المستعصم بالله هارون الرشيد أبو العباس السفاح هو المستعصم بالله نتابع عن القضايا الأدبية من هو العالم الذي برعه في علم العروض والنحو في العصر العباسي هل هو الجاهر الأسماعي القاضي أبو يوسف الخليل بن أحمد الفراهيد والإجابة هي الخليل بن أحمد الفراهيد والسؤال الذي يليه تعلمون أن هناك تغييرات جذرية حدثت في جميع جوانب الحياة ومنها الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والأدبية فما أبرز التغييرات السياسية التي شهدها العصر العباسي هل هي تطور حركة الترجمة؟ أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد؟ أم استخدام الورق وبداية نسخ الكتب؟ أم الحركة الدينية وانتشار روح التسامة؟ والإجابة الصحيحة هي نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أيضاً ما أبرز التغييرات الاجتماعية التي شهدها العصر العباسي؟ هل هو تطور حركة الترجمة؟ أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد؟ أم استخدام الورق؟ أم الحركة الدينية وانتشار روح التسامة؟ والإجابة الصحيحة هي الحركة الدينية وانتشار روح التسامة بالإضافة إلى ظهور طبقات اجتماعية وأيضاً وضع المرأة الاجتماعي السؤال الذي يليه ما أبرز عوامل ازدهار الحركة الفكرية في العصر العباسي؟ هل هو تطور حركة الترجمة؟ أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد؟ ظهور الطبقات الاجتماعية، الحركة الدينية، والإجابة الصحيحة بالإضافة إلى نبوغ عدد من العلماء واستخدام الورق في ذلك العصر كانت الإجابة الصحيحية تطور حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية السؤال الذي يليه أي من ما يليه من الأغراض الشعرية الجديدة في العصر العباسي؟ والتي ظهرت خاصة في العصر العباسي؟ هل هو شعر المدح؟ أم شعر الوصف؟ أم شعر الحكمة؟ أم شعر الطرديات؟ في النهاية هو شعر الطرديات السؤال الذي يليه أي من الشعراء العباسيين يمثل الاتجاه الذي يميل أصحابه إلى قوة اللفظ وجزالته؟ هل هو أبو العتاهية؟ مسلم ابن الوليد بشار بن برد الشريف الرضي الإجابة الصحيحة هو مسلم ابن الوليد وأيضا أبو تمام السؤال الذي يليه من أبرز قضايا عن نقد في العصر العباسي قضية السريخات الشعرية والسؤال هنا هو عدد عوامل ظهور قضية السريخات الشعرية في العصر العباسي والإجابة العامل الأول هو التعصب والعامل الثاني هو الخلاف بين المحدثين والمحافظين السؤال الذي يليه أذكر أبرز المؤرخين الذين ظهروا في العصر العباسي أي بمعنى برعوا في علم التاريخ وهم الطبري واليعقوبي السؤال الذي يليه من خلال دراستك لخطاب سموه الأمير أجب عن الأسئلة الآتية لدينا فقرة من درس خطاب سموه الأمير تقول هذه الفقرة وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر في ظوء رؤيتها 20-30 قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل من أجل التقليل من فقدان المياه المحلة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها وتحسين جودة الهواء السؤال الأول ما الظاهرة التي يناقشها نص خطاب سموه الأمير هل هي تغير المناخ تصحر الأراضي الجفاف تلوث البحار والإجابة الصحيح هي تغير المناخ السؤال الثاني أي من الجمل التالية تحتوي أسلوب توكيد الجملة الأولى تبنت دولة قطر الطاقة النظيفة التي تتمثل في طاقة الرياح وطاقة الشمس ثانيا قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ ثالثا كيف يتم إعادة تدوير المياه وتحسين جودة الهواء رابعا شارك في المؤتمر خبراء دوليون لوضع توصيات عديدة والإجابة الصحيحة هي قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الدخنيات المراعية لتغير المناخ السؤال الذي يليه لقد طلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ما نوع الأسلوب اللغوي في الجملة السابق؟ هل هو أسلوب أمر؟ أسلوب تعجب؟ أسلوب استفهام؟ أم أسلوب توكيد؟ والإجابة الصحيحة هو أسلوب توكيد وما يدل على أنه أسلوب توكيد هو بدء الجملة بقد أو لقد ننتقل إلى النص الشعري الخارجي اقرأ قصيدة يعاتبني في الدين قومي للشاعر المقنع الكندي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه يقول الشاعر يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا ألم يرى قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهد وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ما هي الأسئلة على هذه الأبيات؟ قال الشاعر وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا بما يختلف الشاعر عن بني عمه حسب ما ورد في الأبيات هو دائما يسارع إلى نصرهم ويحفظهم في غيابهم السؤال الذي يليه أذكر مصدرا من مصادر الموسيقى الداخلية في النص السابق مصدر الموسيقى الداخلية هنا المحسنات البديعية والتكرار قال الشاعر فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ هي كناية عن صفة والمقصود بها الغيبة السؤال الذي يليه قال شاعر آخر عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ كناية عن صفة وهي الوحشة نأتي إلى الكلمة والجملة أجب عن الأسئلة التالية أولاً أي الجمل الآثية تحتوي تمييزاً ملفوظاً؟ وأنتم تعلمون أن تمييز الملفوظ هو ما كان تمييزاً لعدد أو لمساحة أو لوزن أو لكيل والجملة الصحيحة هي اشتريت صاعاً قمحاً السؤال الذي يليه أي الجمل الآثية تحتوي اسم فاعل لفعل ثلاثي؟ ودائماً اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل والإجابة الصحيحة هي ما خاب طالب العلم أبداً السؤال الذي يليه كان يوسف عليه السلام فائخ الجمال بيّن سبب منع ما تحته خط من الصرف في الجملة السابق يوسف ومعظم أسماء الأنبياء من الأعلام الأعجمية إذن سبب منع لأنه علم أعجمي السؤال الذي يليه قبيلة مضر إحدى القبائل العربية العريقة بيّن سبب منع ما تحته خط من الصرف في الجملة السابق مضر هو علم على وزن فعل إذن لأنه علم على وزن فعل ننتقل الآن إلى الكتابة وكيف يمكن أن نكتب مقالاً تفسيرياً مميزاً أولاً المقال التفسيري هو مقال يهدف فيه الكاتب إلى تفسير ظاهرة أو قضية ما تفسيراً يتطلب تعريفها ووصفها وبيان أسبابها ونتائجها المترتبة عليها بهدف التوضيح وإزالة الغموض دون دفع القارئ أو إجباره على تقبل وجهة نظر معينة ما عناصر المقال التفسيري؟ أولاً المقدمة وفيها يتم توصيف الظاهرة بشكل موجز وبيان أنها قد انتشرت في المجتمع وأيضاً بيان خطورة هذه الظاهرة أو فائدتها على حسب نوع الموضوع وقد تنتهي بسؤال عن أسباب الظاهرة المطلوب تفسيرها ثانياً العرض ويتم فيه سرد الأسباب والتفسيرات التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها مع إبراز الأدلة التي تظهر صحتها أخيراً الخاتمة وتضم خلاصة وتأكيداً لمضمون النص وأهم ما ورد فيه مع إبداء رأي الطالب من خلال تقديم المقترحات لعلاج الظاهرة إن كانت سلبية أو تحسينها واستمرارها إن كانت إيجابية وأنت عزيزي طالب مطالب بكتابة موضوع عن إحدى الظواهر بما يعادل 15 سطر عليك مراعاة علامات الترخيم وأدوات الرب المناسبة وأخلو الموضوع من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من مراجعة اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني إلى أن نلتقي بكم في موعد جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية